قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاس أن أنشطة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان يونيفال يمكن أن تلعب دورا محوريا عندما تنتهي الحرب مع حزب الله وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل ليست لديها أي نية لإلحاق الضرر بقوة يونيفال أو بأفرادها في الجنوب اللبنانية إلى تطورات على الأرض ولكن من الشق الإنساني والتأثر بهذه الحرب لم تكن شوارع العاصمة اللبنانية بيروت بأفضل حال حتى قبل التصعيد الإسرائيلي وموجة النزوح فبيروت عادة ما تغرق في الظلام بفعل انقطاع الكهرباء وشوارعها تعاني أزمة ازدحام وتفتقل الكثير من الخدمات الغارات الإسرائيلية دفعت بأزمة جديدة تضاف لأزمة بيروت حيث شكلت أزمة النزوح ثقلا على عاتق البنى التحتية المتهالكة أساسا ألف النازحين اتخذوا من بيروت مقصدا بعضهم استأجر شقاقا أو ذهبوا عند أقارب أو إلى مراكز إيواء والبعض الآخر افترش الطرق والساحات العامة خلية إدارة الكوارث في بيروت قالت أن البنى التحتية في العاصمة باتت بحالة يرثلها لأن عدد المتواجدين فيها كبير جدا وذكرت أن عدد النازحين الموزعين على 169 مركز إيواء تخطى 55 ألف شخص في حين يعتقد أن نحو 200 ألف نازح يقطنون في منازل أو في شقاق وإن كل هؤلاء يحتاجون إلى مياه وخدمات عامة كالصرف الصحي وجمع النفايات التي شكلت أزمة قبل سنوات وهو بالفعل ما تشهده شوارع بيروت اليوم اتراكمت النفايات وذلك لصعوبة مرور العربات المخصصة بنقل الحاويات بسبب تكدس السيارات النازحين في الطرقات وفق لشركة جمع النفايات معاناة أخرى أضافها النازحون لبيروت التي تعاني من ضعف شبكة المياه ويعتمد سكانها على المياه المعدنية للشرب وعلى شاحنات تعبئة المياه للاستخدام المنزلي ما دفع منظمة يونساف لتقديم حوالي 173 ألف لتر من المياه وأكثر من مليوني لتر من المياه المنقولة بالشاحنات لدعم النازحين في الملاجئ خلال الأسبوع الماضي بالإضافة لأزمة الصرف الصحي للمدينة والتي قديمة أساساً إذ أن العدد الكبير من الأشخاص قد يؤدي لإحتمالات فيضانات في الشبكة ما يشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة بحسب يونساف موسيقى 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 قال وليد جون بلاط الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي إنه جرى لقاء بحضور مقاتي وبري إن موقفه يتلخص في وقف إطلاق النار وانتخاب رئيس توافقي ودعم الوحدة الوطنية للبلاد في 22 تشرين تاني في هذا الصرح في هذا المقار وكان لنا وكان الرئيس بري ورئيس ميقاتي وكنت معهم بصفة صديق وحليف كان لنا الموقف الباضح وقف إطلاق النار انتخاب رئيس وفاقي كلنا وفاقي حتى لو لم يقف وقف إطلاق النار لكن الهدف الأساس وقف إطلاق النار انتخاب رئيس وفاقي ثم محاولة محاولة يعني والدعوة والشكر للوحدة الوطنية العامة ووقف إطلاق النار طبعا على قاعدة 1701 القرار 1701 وتسليم الجيش الأمن في الجنوب اللبناني وقال وليد جملاط الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي انه يتمنى ان الدول الكبرى خلال مؤتمر باريس حول لبنان وخصوصا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية يتمنى ان يساعد كل هذه الدول العملية الفعالة للجيش اللبناني كي يستطيع ان يقوم بمهمته بشكل فعالة هناك مؤتمر في باريس لمساعدة لبنان إنسانيا وسياسيا نتمنى على الدول أيضا الكبرى بالتحديد فرنسا المساعدة العملية والفعالة فرنسا والولايات المتحدة للجيش اللبناني كي يستطيع ان يقوم بالمهمة المكلة اليه بشكل معزز ومكرم ولي نناقش كل هذه التطورات السياسية اليوم في بيروت من بيروت ينضم إلينا الكاتب السياسي رضوان عقيل ومن بيروت أيضا ينضم إلينا عضو مجلس النواب اللبناني نائب مارك طو أهلا بكما وشكرا على قبول الدعوة أبدأ مع سيادة النائب إذن تبعنا هذه التطورات على الأرض فيما يتعلق بالنازحين بالوضع الإنساني والتأثر بما يرجي الآن في الحرب كذلك نتابع تحركات سياسية للخروج من الأزمة ما المطلوب اليوم من حزب الله وما المطلوب من الطبقة السياسية ليتباحث حول حل ما أظن المطلب الأساسي اليوم هو لدى المؤسسات الرسمية والشرعية بالتوجه مباشرة لإعادة تكوين السلطة التنفيذية عبر انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات نحن اليوم نواجه عدو متغطرس من دون حكومة ومن دون رئيس حكومتنا تصريف أعمال من المجلس النيابي السابق وبالتالي أولا إعادة اكتساب شرعية تمسيد الشعب اللبناني ضمن المؤسسات هي الخطوة المطلوبة وبأسرع وقت ممكن ثانيا فيما يتعلق بالقسم المتعلق بحزب الله أظن على حزب الله أن يدرك أن مسألة رفع السلاح خارج الدولة وخارج سلطة الدولة هو مشروع لا ينفع ولا يردع ولن يحميه ولن يبني أي شيء ضمن لبنان لن يحمي لبنان ولن يردع عن لبنان سوى وحدة الشعب اللبناني خلف مؤسساته الشرعية ومنها الجيش وهذا التطور هو أساس القرار الحاسم الذي يجب أن يتخذه حزب الله ولم نسمعه حتى الآن بالعكس سمعنا تراجع في الخطابات الداعية إلى الوحدة الوطنية عندما ظهر نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم آخر خطاب منذ يوم أو يومين وبالعكس كان يصعد وكأن الحرب قد بدأت ولم ينتبه أن الحرب شرفت على اكتساح كامل للأراضي اللبنانية وهزيمة لبنان وعودة الاحتلال إلى الأراضي التي نتمنى أن لا تحصل لذلك أظن أن نعم ولكن سيادة النائب تحدثت عن نقطة خطته نعم عذرني هنا على المقاطع ولكن تحدثت عن شقين ومسارين رئيس رمورية حكومة كاملة الصلاحية ثم مسألة سلاح حزب الله ووضع سلاحه بالتأكيد لنركز على النقطة الأولى قبل أن أنتقل نعم معك النقطة الثانية التي كنت أريد أن أقولها أن التضامن الوطني والقرار الوطني اللبناني يجب أن يلحق به مباشرة خطة وقرار سياسي يعتمد على الشرعية الدولية قرارات الشرعية الدولية الألف وسبعمائة وواحد بكل تفاصيله ومندرجاته وعلينا كذلك أن نستكمل ذلك بإعادة تفعيل اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل الذي وقع في أذار 2049 وبالتالي يكون هؤلاء هما المدخل وثم من خلال نقاش داخلي لبناني يجب استكمال تنفيذ القرارات الباقية واتفاق الطائف أي القرار 1559 والقرار 1680 ومن ثم اتفاق الطائف الذي يرعى كيفية إدارة الدولة اللبنانية بشروط التي أنهت الحرب الأهلية ترجمة نانسي قنقر